أستاذ مانع المطري مرحبا بك ردت إيران هذا الرد من خلال متابعتك سيعقبه شيء أكثر مواجهة مباشرة استمرارية أو لا نكتفي بهذا القدر وننتظر اغتيال آخر وترد عليه إيران وهكذا نعم أنا أعتقد أن الرد الإيراني بقدر ما هو استهلاكي وموجه لجمهور إيران أكثر مما هو موجه للإضرار بإسرائيل هو موجه لجمهور إيران للمحافظة على تماسك هذا الجمهور وبالتالي بقدر الضرر الذي ألحق بإسرائيل سيكون هناك رد إسرائيل أيضا معنية بالرد حتى تثبت أن يدها طويلة والمناورات التي قامت بها بضربها الحديدة يجب أن تنعكس الآن كضربات حقيقية في إيران بأن تثبت أن يدها طويلة كما تقول دائما وأنها تستطيع أن تصل إلى داخل إيران أو إلى أي مكان في إيران لكنها لا أعتقد أنها ستجازف بالضرب في مفاعلات نووية أو منشآت نفطية بقدر ما ستسعى لضرب ما ستسمي أنها منصات إطلاق صواريخ أو أي أهداف عسكرية أخرى لكنها لا أعتقد أنها وصلت إلى المرحلة التي تعتقد أن هناك فرصة لضرب المنشآت النووية الإيرانية بدليل أن إيران لم تسعى للضرب مباشرة وتعمل شيء من المباغة بل أبلغت إسرائيل عبر قناة ثالثة بأنها ستضرب وأنها ستقوم بالرد وأن الرد سيكون بالآلية والكيفية التي تمت بها وبالتالي قامت إسرائيل بإخلاء قواعدها العسكرية واستطعت أن تسقط جزء كبير من هذه الصواريخ لو افترضنا أن منظومات اتفاع الجوي في الأردن وفي منظومات اتفاع الجوي للتحالف في العراق ومنظومات اتفاع الجوي في إسرائيل ومنظومات اتفاع الجوي الأمريكية الموجودة في القواعد الأمريكية وفي البوارج الأمريكية أسقطت ثمانين في المئة من هذه الصواريخ التي عددها كما يقول الإعلام أربعمائة بمعنى أن الذي وصل ثمانين صاروخ لو افترضنا أن كل صاروخ يزن ما يعادل القنبلة الإسرائيلية التي كانت تضرب على الضيحة الجنوبية بوزن الفيرطل أو طن مثلا معنى أن ثمانين طن من المتفجرات سقطت على إسرائيل وهي لا تعادل حتى ما ضرب في عملية اغتيال حسن نصر الله وبالتالي هذه الضربة كلها التي قامت بها إيران لا تحدث فاجقا في الحرب إيران تحتاج إلى ستمائة ألف صاروخ حتى تحدث فاجقا في هذا الحرب